سباح الخير, سباح النور, سباح الفل للنسي الكولي تسعفين على إيافام أحلى رديو سلام عليكم ويمكنتوا فكرة هبكم سيسروحكم طريق سلامة للجميع ولا تجمعوا تفرر فينا على برش فيسبوك غاديو إيافام وإلى زداء شين يوتيوب توقيت ألو إيافام سبيسيال سانتي بايماد حلقة الجمعة 32 أعوة 2024 بحثين دكتور عبد الوهيب الفقي المختص في أمراض الصدرية والحساسية حساسية بش نحكيه على لسعد النحل لسعد النحل هل هي خطيرة شنو الاعراض انت على حساسية هذيكي فش نتخلص من حساسية النحل ما هي وسائل الوقاية من حساسية النحل وهل هناك علاج جدري لحساسية النحل بونجو دكتور بونجو مرحبا يا عيشك شكرا على الاستضافة يا عيشك في اختيار الموضوع موضوع مهم جدا وموضوع نسل كل تعاني منه اكيد 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 ومش معروف برشا انها باهك ان نطرقول ونعرفو الناس اللي ما يعرفوش خطورته بكثرة بيه انا بديو بأول سؤالة دكتور لسعد النحل هل هي خطيرة وين تمثل الخطورة انتحها وانا درجة توصل لخطورة لسعد النحل هي تنشي بتكون خطيرة ولو انه اغلب بالناس وتسعين في المئة من الناس تقرصوا بالنحلة قبل عشرين سنائه على قل مرة لكن بعض ناس تتكون لهم حساسية قرابة بين ثين وخمسة في المئة تولي عندهم حساسية للسم منتاع النحل اللي بخوتينات اللي موجودين في السم النحل لك هذو ما الناس اللي تولي لهم عندهم حساسية وليو متعرضين لزاكسيدون معنا ها اعراض خطيرة اللي تنشي مالوغوزمو تأدي حتى للموت لك ومعروف احنا مالوغوزمو معناش ديستاتيك في تونس اما مثلا في فرنسا ثم بين خمسين ومئة يموتوا آآ بالقرص النحلة كل عام سنويا في امريكا بين خمسين ومئتين كل عام يموتوا نوك عندهم حساسيات احنا باو ما معناش ما نتخيل مهوش بعيد موجود بكثرة نشوفوهم احنا اما معناش بالضبط الاعداد دونك الخطورة تتمثل في انا الحساسية ديه بالخصوص اذا كم ناخدوش الاحتياطات اللي لازمة ومنع الجوش الاشخاص هذوما تلقاها جيه قرص يتقرسوا جيه علامات منها فيها علامات خطورة ويعديها هذيكي ويسكتوا يقول لك هوا هاني تعدات مشات الوقت في اغلب الحالات اللي الشخص اللي تقرسوا جيه علامات فيها بعض الخطورة كيما اليرتكارات المصلولة من العراف دونك هذو كيزم يمشيوا للدكتور المختص ويعملوا اختبارات بش يتأكدوا هل عندهم حساسية لحسوم النحل او لا خاطر اذا كان عندهم حساسية وقتها يزم علاج ويزم وقاية ويزم يكون عندهم تروس ديورجانس ويزم برمشت تلقيح لك هي فيها خطورة خطورة تتماثل سواء باسكو عن حساسية لسوم النحل ولا ثم حالة اخرى تنجم تكون فيها خطورة وقت اللي شخص حتى ولو ما عندوش حساسية ويقرسوه عدد كبير في نفس الوقت اكثر من خمسين درسة وقتها يتولي اكا السوم متعن حل يعطي حالة حساسية حادة اللي تنجم كذلك تقتل دونك لسندروم كوبغاي كي تسمى راجع للسم الكمية متع السوم النحل اللي تعداد في الدم بتاع شخص هذا هو مو مالحالتين وواضح دكتور نحنا كي ما قلت انت يفهمها برش عبيد ما تعارش يسكون عندها حساسية وقل الله كي تقرسها نحل ما تفهم شنو شنو يصير لها الاعراض متع حساسية النحل شنو هما في شنو يتمثلوا هذا الاعراض دونك اذا كان شخص قرصته نحلو وتنفخت وحمارت ولا تحكو وتسخن وكل معنى هلي مدة بعض ساعات ومشيت على روحها وقتها ما نتنجموش ونقولوا على حساسية مايش حساسية هذيكي رياكشون تجي للعباد الكل الناس كل عادية لا يزم يمشي لطبيب ولا يزم الدواء ولا يزم علاج تعديت ومشيت ما في حتى شيء لكن شنو ما الاعراض اللي يتمثل مانا خطورة دونك اللي يزم وقت اللي يظهروا الاعراض هذه يزم وقتها تشخيص وعلاج عن دكتور وكل شيء مانا لما الحساسية هذيكي بعد القرصة النحل بعد الساعات هذوكا ساعة واثنين مانا تظهر مثلا يرتكاخ مايك الشراء الحمورية والنفاط في البدن يظهر على البدن الكل ولا تظهر انتفاخ مش في مكان القرصة مثلا واحد تنفخ شفته وتنفخ عينه تنفخ بلاسة واحد اخرى تنجم تظهر اعراض ديجستيف كيمة ردين غرض ردين اسهال كذلك تنجم تظهر كحة ولا بحة واحد يبح صوت متاعه وهذا كيدل على انه تم التهاب ماناها في التخشيه وهذيكا علامة من علامات الحساسية وعلامة خطورة دونك كحة ذيك تنفس تصفير في الصدر ولا تدوخها شوية واحد يدوخ شوية وليا كم مانجمش يقفو مانا هذوكا علامات خطورة بوقتها معنى هي راو تمثل بدانه تعدى السم في البدانه وبدأ يعطي في الحساسية متاعه وتنجم توصل كذلك للغية بالوعي كريمان ونجم توصل لشي التنشونة التنشون طيح معنى تنجم توصل حتى للصفر وهون يوقت هنوحكيه عل الشوك انا في لاكتيك معنى حالة الحساسية الحادة متولي الحالة خاتيرة جدا أزمة حساسية حادة شوك انا في لاكتيك اللي ينجم يقتل إذا كان من اخذوش الاحتياطات اللي يزم في الوقت وهذاك علاش وقت اللي نشخصوا احنا حالة الحساسية عند المريف وقتها نعطيوه تخوص دورجانس فيه أدوية الاستعجالية يجيزم يكونوا معاه دائما باش يخذ الدواء هذاك لما تقصوا نحلة خاتر عنده حساسية قبل ما يوصل للاستعجالية خاتر المشكلة هو أنه تجو بتقدر فيه خمسة دقايق معنى إذا كان ما يعملش الدواء اللازم هذه التروز دورجانس واللي هو سورته يتمثل باطم حبوب كورتكويد وانتيستامنيك وبالخصوص إبرة متع أدغينالين هذي اللي بتنجم تنقض شخص من الموت وقت اللي يزرق الإبرة في فخذوه في وقت ويسا ما ديستيلوه انجكتور وفرصة باش نقول اللي هذا ما لغوز ما جاءوا كانوا موجودين وتوا في تونس ما همش موجودين ونطلبوا باش يوفروهم باش نحكيوه بعد الفاصل باش نحكيوه على كيفش نتخلصوا من الحساسية هذي وسائل الوقاية وهل هناك علاج جدري معناها للحساسية النحل جج نخرجوا فاصلوا بعد نرجعوا مواصلين مع الدكتور عبدالوهيب لفقي أخصائي أمراض الصدرية والحساسية بوبليسيتي رجعينا رجعنا الوقاية فهم سبيسال سنتي باي ميد بونتين سبيح الخير نسيكو اللي تسمع فينا مرة أخرى نصبح وصيدة على الدكتور عبدالوهيب لفقي أخصائي أمراض الصدرية والحساسية كنا نحكيو على لسعة النحل فمشكون عنده حساسية ملسة هذه فمشكون تتعدلوا عادي جدا ما متقلقش ومشكون يتعرض إلى برشة خطورة وكما سمينا الأعراض خطيرة جدا تجب توصل حتى قتل أنت للموت اللطفة يا ربي نحكيو كيفش شخص وحساسية النحل معنا التشخيص كيفش يتم والأشخاص اللي يتعرضوا لقرصة النحلة ومعها أعراض خطيرة اللي قلنا عليها المفروض أول دكتور اللي يشوف الحالة هذه يجب يطلب التشخيص عند الأخصائي دونك ما نعديوهاش يزم يمشي يبعثوا للاغتصاصي باش يعمل الاختبارات اللي يزمة الاختبارات تتمثل في دي تاست كوتاني في الجلدة باش نشوفوا نثبتوا أنا ثمة حساسية للنوع هذك خطر ثمة خلف النحل ثمة الفرزازو زادة يعمل نفس الشيء كذلك أكيد وله وبعد دي تاست ثمة تحليل دم يتعاملوا في المخابر وهذوما يثبتوا اللي ثمة حساسية وعلى ظو نتيجة بينسوي غليك زماو الانتروجاتور وكل شيء دونك نثبتوا اللي الشخص اذاك عنده حساسية وهل يزموا التلقيح خطر العلاج الجذري اللي قلت عليه الوحيد هو التلقيح لو التلقيح يتمثل في نعطيه كميات صغيرة من سم النحل هذية معنا بصفة تدريجية على الول في يوم واحد وبعد كل شهر ومدة خمس سنوات يزم الشخص ذاك ياخذ إبرة كل شهر أو كل شهرين حتى لين تنتحى الحساسية دي والتلقيح هذية نتاجه بهيسر معنا يوصل 90% حماية معنا يولي حتى يتقرسوا نحلة وما عادش يتعملوا حتى شيء دونك 90% من اللي يعملوا التلقيح من تاحهم لكن إذا منذكروا اللي رأوا التلقيح هذية ما يجيش في أي بلاسات يصير في المركز الاستشفاءة كلينيك ولا مركز حساسية ولا سميطار يتعمل التلقيح هذية ومبعد يقض يواصل إبرة كل شهر أو شهرين وهذا كيحميه نهائيا بعد خمس سنوات نجب نقولوا ما عادش عنده حساسية للنحل لك هذية العلاج هذية بش نحكي وتوى على علاج الجذري لحساسية النحل قلت لي أنت فما زرق تلقيح ياخدو الإنسان حتى كان قرصته نحلة موش بش يتقلق ببعض الأعراض اللي حكينا عليهم موش بش يجير به إذا وصل الإنسان اليوم عنده لسعة نحل وعنده حساسية هل فما علاج جذري معناها آخر ياخدو تختموه وقتها في وقتها إذا كان الشخص مش عامل للتلقيح هذية وما يعرفش اللي هو عنده حساسية جسما من غير شك خطره نص الحالات الموضة اللي قلنا عليها معناها تجي للناس ما في بلهمش اللي هو ما عندنا بحساسية دونك في الحالات اللي واحد يتقرص بالنحل وما نعرفوش بش يعمل ياكشون وما هوش بش يعمل يزم يقعد تحت المراقبة معناها بعض ساعات كان حكاية ما قاعد لوكال لحد القرصة مشات على روحكها وسينا وقتها إذا كان ظهر أي علامة من اللي كنا نقولو فيهم وقتها يزم يمشي للأقرب استعجالي ويخذ العلاج دونك بينسور انا تندان يزمنا نحاولو بش نحيوك الشوك هذيك ما نحيوهاش بصبعنا خاطرنا بش ما نعصروش الشوك وندخلوك السم منا في وسط الجلدة نحيوه مثلا بكاردو كريدي ولا حاجة كذ مذبه نطيروها خطر يعمل حتى كالفيروس كي نحيوه بصبعنا ولا حاجة ليه ليه مش نحصروا نحصروا لكمية السم خطر هي تقرص النحلة تخلي الشوكة متاحها وتموت هي فهمني دونك الشوكة هذي كي تقعد خمسة دقايق بش تفرغ السم متاحها ماذا بينا قبل ما يفرغ السم متاحها نحيوها نطيروها بكاردو كريدي ولا أي حاجة مذبه من نحيوها من غير من نمسوها بصبعنا بش نقصوا كل السم هذيك اللي يتعدى وشخص يزمن إذا كان ظهروا عالمات الخطورة يزمن تكيوها على جنبه في الاسطيواجون المعروفة حتى ننجي ساميو ولا نهزوه للإستعجالي نحاولوا إذا كان عنا سيشوار ولا حاجة نسخنوا البلاسة بخاطر السم هذي كيموت بسخانة دونك نذوبوه مثال فهمني إذا كان عندو التروس دورجانس متاعوا معاه بش نعطيوه هدوية ونعملوه زرقولوه كالزوريقة متاع الادغينالين بش ننقضوه أنا تنظر يمشي للإستعجالي هذو هم الاحتياطات اللي نعملوهم في صورة ما صارت أزمة من كريز متاع حساسية عند الشخص اللي عنده حساسية هذو ما هم وسائل الوقاية ولا فهموا وسائل الوقاية وسائل الوقاية أول حاجة اللي عنده حساسية يكون ديما معاه تروس دورجانس ثاني حاجة يعرف روحه عنده حساسية يحاول بش يبعد على الغيوش متاع الانحل ما يمشيش حافي يلبس ديما حاجات باليدي وكل دوك ما يلبسش الحاجات المنورة والصفرة والحمرة بش ما يجلبش الانحل ما يحطش دي بخفاء خاطر هما يجلبوا يجلبوا تجبدهم الريحة لبنين نحل ما يتكيش يعمل عالبيسين ولا عالبحر ويحطك الزيوت خاطر يجيبوا دوك المال للمبلول ووقتي يجلب النحل دوك هذو احتياطات معنى هتا نوصيو الناس اللي عنده حساسية باش حتى ولو عامل تلقيح حتى ولو معنى ها عنده تروس دورجانس هذو بعض احتياطات ديزاستوس باش يتخذهم الشخص اللي عنده حساسية النحل باش ما يقربلوش النحل وما تصيروش ازمات اخرى واضح دكتور احنا بخيص كمان حكينا على اللسعة النحل شنو والاعراض والتشخيص وسائل الوقاية والعلاج الجذري فما سؤال اخير انه يجيني توا في مخي فمش في الاسئلة العادية متاع الحساسة ولكن هل لسعة النحل تجم تكون معنى حاجة تشفي الانسان من المرض والا عندها عندها ايجابية عندها نيقات ايجابية خطر نسمع بيط اللي انا صغيرة يقولوا لسعة النحل فيه شفاء ايه يداوي الكونسير ويداوي الانعرشنو والا ايه العجز الجنسي وانعرشنو هذو يا حاجة ما هيش طبية بالكل ما هيش علمية وما هيش ثابتة وما واحنا ضد الاشياء هذية خطر ما هوش طب اذاية وبلعكس انا نقول ان عرضوا الناس بشوالي ويديفلوب ويناليقجي مانا يولي يعمل حساسية وينجي مكون الشخص اذاية المش تعطيه انتي بش يخد تقرص بالنحلة ينجي مكون هو عنده حساسية وانتي تقتله في الوقت هذيك مانا بالعكس هذو ما حاجات نبهوا بيه وراهمه ومش امور طبية ومش علمية مانا اذاية نعرش قولوله بديل ونعرشنو اذاية ما نعترفوش بيه احنا كاطباء ونبهوا ليه ومانا هو من ماذا بينا الناس يبعدوا على الاشياء هذية اللي قادة دخيلة مانا في العادة متاعنا ما لغوز ما شكرا لك دكتور عبدالوهيب لفقي مختص في امراض الصدرية والحساسية حكينا اليوم على لصعد النحل الحساسية والاعراض تشخيص العلاج الجذري كانت هذي الو ايافهم سبيسيال سانتي باي ميد بوينتين وصلنا الى اخر الموعد وصلنا الى اخر حلقة معي اينا في سيت نوف وفي الماتينال حب نشكر كل الفريق اللي امننا البرنامج حب نشكر في الاعداد ما يمساهل وفيزا العرفي ووسيما السعفي في الاخراج عزة ويتي سوفيان بوهلالة الاخراج الرقمي سليم بن حمزة ايمان المالكي وو ايم ريبح سوفيان لكحل قسم الديجيتال نرمين بن عاشور وقسم الرياضة مهدي العيدي وسيم بن حسين قيس بن نينا كيف كيف زيدا حب نشكر اللي كخونيكوغ الكل اللي ساهموا في نجاح السيت نوف ايوب ناجم سليم سليم حكيمة فولا ريحة بجلا سيرانيا الورتاني ومريم التوكيبري محمد شيحالي رفقكم في ايفام ديكوفيرت جي جي ما ننسيوش في انفو ايفام والانفو تخافيك نحب نشكر زيدا قسم الاخبار اللي كان موجود في ايفام اكسبرس انيسا موكشيح سلمة بوهلال وكيف كيف ايمان طيب واميرا العجيلي نحب نشكر زيدا الناس الكل اللي كانت تتبع فينا واللي تبعتنا في المساجات اللي رفقتنا نشكركم على الثيقة نشكركم على تفاعلكم معنا كنت معاكم ايا بالغايب في السيت نوف نشكر زيدا هاجر الحنيشي اللي كانت موجودة ووليد زريات ان شاء الله نتقابلوا في فرص قادمة ان شاء الله نتقابلوا في موعد اخر قريبا ان شاء الله نتمنلكم نهاية اسبوع موافقة وعطلة نهاية عطلة سيفية زيدا ممتازة نشكر زيدا كل الاطباء اللي كانوا حاضرين معنا في الو ايفام اشتركوا في الى الاجتماعات ان شاء الله نتمنلكم معاكم اشتركوا في الامان وبي باي اشتركوا في القناة